في بعض أنصار مرطلة منصور يعتبروا أنه يعني ناقل نادي الزمالك وأعاد هبته ويعتبروا أفضل رئيس نادي جه في تاريخ نادي الزمالك ده أنصار مرطلة لا لا حقيقة اللي ضد مرطلة منصور يقولوا لك لا هو ليه زي ما ليه إيجابيات أنا بكلم اللي ضده أو اللي فيه شوية يعني بيكلمه موضوعية مين البكلم موضوعية أنت دخلت نادي الزمالك وأنا دخلت نادي الزمالك أنت شفت نادي الزمالك من فترة وأنا شفت نادي الزمالك من فترة أنت دلو أنا دخلت نادي الزمالك بعد الفترة بتاعة مرطلة وأنت دخلت نادي الزمالك هل نادي الزمالك ده زي اللي أنت كنت شفته قبل كده قبل ما يجي مرطلة هل نادي الزمالك بيقيم بإيه بكل حاجة بطولات الراجل بيجي إن شاءاتي اتعملت أنا جيت بقولك في مرة كنت ماسك نادي طنطة ده كان نلاعب نادي الزمالك مرتين مرة يام حسام حسن ومرة يام كابتن حسن شحات ما كناش لقيين قوضة نقلع فيه ده كان مين رئيس نالي؟ ما عرفش بقى أشوف الاتنين حسام حسن وكابتن حسن شحات حسن شحاتة أعتقد أنه كان ممدوع عباس أو جلال إبراهيم معرفش بغتبالك أكسم بالله المجلس هو المشار جلال إبراهيم لعبنا ماتش بالليل وماتش كابتن حسن كان في الساعة 3 كده كان العصر أكسم بالله اللي احنا لعبناه بالليل ده ما كانش فيه نور في القوضة اللي احنا كنا بنغير فيها إذا رضا عبد العال بيعتبر أن مرتين منصور هو أفضل رئيس نادي في تاريخ نادي زماني أه طبعا وأهو بطبي لهو وعود على الملأ أعيز شغال طلال زماني؟ طب ما أنت عارف أنا عارف بس لازم أسأل هسيبك وامشي لا لي وربنا هسيبك وامشي لا أنا بسأل السوق أنا عايزك أنت اللي جميل لا أنت عارف أنت عارف أنت دلوقتي العقد ساري وعارف أني خلي الغدور بيكلمني وعارف أني فيه ناس تانية بيتكلمني وغدلك هسيبك هاملط هطبع بقى تنرفز لي مش بنربزك بس أنا لازم السؤال دوت لأن أي حد بيتفرج عني هان الوقتي هيقول هو الحق ربنا يزعل فلازم أسألك السؤال سأنا سأنا هو أنا لما أقول مرتضى غير نادي الزمالك وأحسن رئيس نادي جي أنا مش قاعد فيه البعض فيه البعض أنا سيبك من البعض هو البعض كان لعب كرة في نادي الزمالك سيبك من العوام مين لعب فيه كرة اللي هو كل اللي بترشح وقال لكل دخل نادي الزمالك ده كبيره عايز يعمل سبوبة ويهرب كبيره عايز يخش يتربح من نادي الزمالك ويجري وحتى لو مرتضى ممصور بيتربح لا فيش أغل بايا لا مناش دعوا قصة التربح لا هم التالين بوس عارفين عارفين ان نادي الزمالك بوس عارفين ان نادي الزمالك بوس قبل ما مرتضى ييجي وأنا بقول لك ما كانت في قدة لبس احنا نغير فيها النور ما كانش في نور ولما جات اللعيبة بعد المطش تعمل الشوار بتاعها راحوا قدة تانية خالص المبنى الناحة التانية عايزيت انا اكتر من كده دلوقتي يشوف كام ملعب في النادي وكم قدة لبس وكم 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 وده ما يحسبلوش وأنت لما تقول حق ربنا يبقى انت كده بتطبل يبقى ان عايز اشتغل في النادي الى جانب فرع اكتوبر اللي بدأوا يشتغلوا على الاشتراكات الخاصة يعني اذا ان فيه واقع ملموس اهو طيب النادي الاهلي عمل ايه زايد موجود من ايام الكابتن محمود طاهر اللي هو بتاع مدينة نصر ولا التجمع اللي هو الجديد دوت لسه متعامل له حاجة الاساس ولا لسه لا فقد لسه طيب مش ده برضو في عهد الاستاذ محمود طاهر وكابتن محمود الخطيب طيب ده انجاز هنا يحسب لمرتدى منصور انه هو جاب الارض وبيشتغل وهيعمل نادي يحسب له ولا ما يحسب لهش مش بيعمل فرع تاني طيب اللي هنا ما عملش ليه يعمل عشان نقول له لا ده له بصم ده ده بالنسبة للانشاءات بالنسبة للدوريات البطولات البطولات ده خد وده خد يعني ده خد وده خد ده سلتنين بعد عن افريقيا ترجمة نانسي قنقر